اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بإذن الله تعالى في هذه الحلقة سنتحدث عن الجزء الثاني من فضائح جهاز الديستي في مدينة العيون المحتلة وهي معطيات حقيقة تستحق الوقوف عندها لأنها تعكس حجم الفساد الموجود في هذه الأجهزة واللي ليس فقط هو فساد أشخاص ولكن فساد جهاز بالنظر على أن هناك تستر على هذا الفساد حتى وإن تم فضحه إذن لا تنسوا مشاركة الفيديو من فضلكم لحظة نبدأ على بركة الله والشير كذلك إلى أنه كيف لاحظتم منذ ليلة البارحة عدنا حساب فيسبوك جديد بعدما عطلت إدارة الفيسبوك الحساب السابق وأعتز حقيقة بطلبات الصداقة التي الآن وصلت بظرف أقل من 24 ساعة إلى 1151 وهذا حقيقة يعكس الثقة المتبادلة بيننا جميعا لأننا أثرنا على أنفسنا أن نكون في خدمة المعلومة وأن نمارس هذه المهنة اللي حرمنا منها من ممارستها في المغرب في الزريبة بسبب القرار الجائر اللي تعرفوه جميعا وهو طرد تعسفي من التلفزة المغربية في 2013 دون أي سبب مهني والحرمان من الحقوق في 14 سنة من العمل داخل هذه المؤسسة والحرمان كذلك من تعويضات الطرد التعسفي إلى جانب طبعا كل ما لحق ذلك من أضرار لنفسية والاجتماعية والاقتصادية ولا أي شيء لكن نحن زاهدين حقيقة في كل أموال الزريبة لأنه لو كان عندنا المقدم هي أموال الزريبة لكنا اليوم في حي الرياض في فيلا شاسعة أو لكنا اليوم بوقا من أبواق النظام نتقاضى راتب ونسافر كما تشاهدون نراكم شايفين المخزان الآن يسير بعض الأبواق حتى التي تدعي على أنها من الجزائر باش يسوق لسلعته البائرة سلعة ما يسمى بالصحراء المغربية إذن قبل أن نناقش هذا الموضوع كما قلت لكم لا ينمشوا إلى بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية الذي يخص أعمال الأبطال الأبطال الحقيقية نحن لا شيء أمام أمام عملهم الجبار والمتواصل مهما شرحت لكم إذا شرحت للصحراويين أكيد أنهم يفهموا لأنهم أصلا صحراويين ويعرفون الجغرافية ويعرفون الأرض ويعرفون كيف يصعب الحال في هذه البيئة الجغرافية القاسية ولكن لا يصعب الحال أمام الهمة والعزيمة لكن حينما أشرح الأمر للشعب المغربي لألف العيش بين الهضاب والسهول والأمطار والفلاحة ورغد العيش إن صح التعبير بالتأكيد أنه لن يفهم عن ماذا نتحدث نحن نتحدث عن صحراء قاحلة ولكنها صحراء غنية صحراء قاحلة من حيث الشجر والثمر ولكنها حقيقة صحراء غنية بالمروءة وبالطباع الحسنة وبالبداوة الصافية بالبداوة الصافية التي انقرضت في بعض من مناطق الزريبة كما تشاهدون لكن المقاتلون الصحراويون الذين يوجدون اليوم في الميدان والذين يصاروا هذا المحتل الذي نعرفه جميعا يعني نعرفه أساليبه ونعرفه أعماله هم يحاربونه على الميدان بالبندقية وفي الفيافي واعتمادا على التوكل على الله وكم من فئة قليلة غالبت فئة كبيرة بإذنه ومسلحين بمبدئهم وبقناعاتهم وبهدفهم الأسماء اللي هو استقلال الصحراء الغربية يواجهون محتلا محتلا قذرا محتلا لا يعرف سوى القتل والسجن والتعذيب والسلب الحقوق والفسات والرشاوة والاختلاسات والفسق والفشور وهلوم مجرا يعني هلوم مجرا من المساوئ سلة كبيرة من المساوئ عند هذا المحتل المغربي الذي لن تأخذه لا رأفة ولا رحمة خصوصا بالمقاتلين الصحراويين الذين لا يطلبونها منه ولا يتوسلونها منه ولا نتوسل من نظام الاحتلال المغربي بأي شيء لا نتوسل منه لا مالا ولا عطفا ولا إنسانية وإن أراد أن يكون غفورا رحيما وحاشا لأن هذه من أسماء الله الحسنة أن يكون غفورا رحيما بشعبه وأن يكون غفورا ورحيما بالمغاربة أنفسهم اللي كما تشاهدون اليوم اليوم ما يسمى بالوقاية المدنية في الزريبة قضوا 24 ساعة ولا زالوا إلى حدد الآن لم يستطيعوا إنقاذ الطفل موجود في حفرة تحت الأرض زريبة كاملة بمؤسساتها وما يسمى برجال وقايتها المدنية والناس والجماهير وكل شيء لم يستطيعوا أن يخرجوا طفلا يوجد تحت الأرض لا زال حيا إلى حدد الآن بعد مضي 24 ساعة وتجدهم يتفاخرون بالإنفاق بالملايير على الكرة وعلى التفاهة ولكنهم لا تجدهم أبدا ينفقون بسخاء على الإصلاح لا تجدهم ينفقون أبدا على الإصلاح بل لا ينفقون سنتيما واحدا على الإصلاح بل لا يريدون الخير حتى للمنطقة العياشة موليجة أكلت وشربت نحن هنا بهايم نحن حيوانات أكلت وشربت هذا فكر العياشة أكلت وشربت وأكلت حتى أنت وشربت وعندك الليلة لا تأكل ولا تشرب الليلة وغدا نقول لي كذلك صم لا تأكل ولا تشرب البؤس 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 نحن نتحدث عن المبادئ والقناعات واحد يتكلم عن العلافة نحن لا نتكلم عن العلافة العلافة رانكم عارفين عزكم الله على من مغرية إذن كما قلنا تحية تحية لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي نحن رأنا معكم وحاسين بكم وعارفين بأنكم يعني اليوم في امتحان صعب وليس سهل ولكن ما هو أكبر حقيقة منكم يعني أنتم ما شاء الله تستطيعون أن تنصروا هذا الشعب الصحراوي وتستطيعون بإذن الله تعالى أن تحققوا مآربه وتستطيعوا إن شاء الله الرحمن الرحيم أن تمكنوهم من استقلاله بإذن الله تعالى. لأن التضحية تضحية يستحقها هذا الشعب لأن هذا الشعب كما تشاهدون يعني نكل به في كل الاتجاهات نكل به 45 سنة ولكن رغم ذلك صامت وواقف ولا يتكلم عن العلف العلف يتكلم عنه البهائم البهائم اللي يتكلم عن العلف الناس موجودة في السحاري ممكن يوكلوا لا تراب يوكلوا لا تراب يسف شوي من الرمل أو يقوم يقوم ماشي المصيبة الكحلة إن وحدين كان العلفة وكلت شربت ما نعرفهاش الناس ما نعرفين من اللحقت إذن تحية تحية خالصة لشيش التحريش الشعبي الصحراوي المنتصر قبل أن يبدأ المنتصر في هذه المعركة واللي لقن الدروس للمحتل المغربي وكما شاهدتم في الأخبار المتداولة يعني عملية فرار للجنود في قطاع المحبس والدرك الهلكي يقوم بعمليات تمشيط بحثا عن هؤلاء الجنود الجنود المجندين وراء دجاجة الملك ما يعني تكثف عليهم القصف ولجأوا إلى الخطة السابعة وهي الفرار الفرار من أرض المعركة لأنهم يعرفون يعرفون مدى بسالة هذا الجيش الذي يوجد في السحاري ولكنه مصمم على الانتصاب إذن يقول بلاغ وزارة الدفاع السحراوية تحت عدد أربعمائة وسبعة واربعين لا حولها قربت وقتك كنت خدام مع إزرائيل وانا سيد العياش هذا نعم نعم قربت وقتي قربت وقت ها العياش يا ساكن إذن يقول بلاغ وزارة الدفاع السحراوية تحت عدد أربعمائة وسبعة واربعين بأن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد شددت هجماتها على تخندقات قوات الاحتلال بقطاعي المحبس وحوزة وهكذا فإن مفارزا متقدمة من بواسل جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد استهدفت بأقصافها تمركزات جنود الاحتلال بمناطق قصيب النخلة قصيب مشغب والقصيب لملس بقطاعي حوزة وأشار البلاغ لأن مفارزا متقدمة من بواسل جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تخندقات قوات الاحتلال بمناطق سبخ التنشاد ودي الضمران والإعران كذلك بقطاعي المحبس كما أن مفارزا متقدمة من بواسل جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أمسن الثلاثاء على جنود الاحتلال بقطاع المحبس مستهدفة مناطق العقد وعقد أراجان هذه الهجمات يقول بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية تحت عدد أربعمية وسبعة واربعين بأنها كبدت نظام الاحتلال المغربي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعر إذن كما شاهدتم من خلال الأخبار المتداولة هو عملية فرار جنود في قطاع المحبس جنود الاحتلال المغربي كذلك نسجل باستياء ما قام به نظام الاحتلال المغربي في حق ياسر من القرير الصحراويين بإقليم العيون المحتل حيث قاموا بتدميرها وحرقها وهذا ليس غريبا أبدا على نظام الاحتلال المغربي المتعود على محاربة الإنسان الصحراوي حتى وهو على أرضه حتى هو لا يتوسل هذا النظام بوسائل العيش حتى وإن كان يريد أن يعتمد على نفسه ويخرج برعا عن المدينة ويقيم أماكن للسكن لأن هذا الإنسان الصحراوي معروف بعلاقته بالصحراء النظام الاحتلال المغربي يرفض ذلك ويقوم بعمليات حرق وتدمير لهذه المساكن الليلة سنناقش كما قلت لكم الجزء الثاني من فضائح الديستي في العيون المحتلة ونعلم بأنه الجزء الأول كان حديث الساعة في أماكن ضيقة نتكلم لما أقول الأماكن الضيقة فإنني أتحدث عن الأماكن الضيقة التي تزقنا فيها المعلومة الاستخباراتية في مدينة العيون المحتلة لأن ما قلنا في الجزء الأول كل ما قلنا في الجزء الأول حقيقة ومعطيات دقيقة وقد أصابت الجهاز بارتباك كبير جدا كيف سيتعاملون نعرف إحنا كيف سيتعاملون دائما عنا تجربة واضحة في 2020 لما بدأنا سلسلة لايفات باريس والتي تكلمنا فيها عن الفساد في مجلس الإقليمي لئاسة والزاك المحتلتين وعن ما يجري في الفساد في عوين التركز وما يجري في الفساد في إقليم المحتل وما يجري في الفساد في الطنطان المحتل وما يجري في العيون المحتلة والداخلة المحتلة وبجد المحتل كل هذه المناطق التي تحدثنا فيها عن الفساد شفنا كيف التعامل لم يحاسبوا برلمانيا فاسدا لم يحاربوا رئيس مجلس إقليمي فاسد لم يحاربوا رئيس بلدية فاسد ولم يحاربوا أي أحد من الفاسدين كل مرة يطلعونا بمصرحيات أقبضنا 5 طن 10 طن من الحشيش 10 طن من الحشيش 5 طن من الحشيش 7 طن من الحشيش 500 كيلو من الحشيش وهكذا على الرغم أنه هذا الحشيش عنده علاقة بهؤلاء المفسدين اللي خلطوا قاموا بخلط السياسة سياسة الزريبة طبعا ما هي السياسة المعروفة بالعالم سياسة الزريبة قاموا بخلط السياسة الزريبة بحشيش المليك حشيش المليك حشيش المخزن وفي النهاية نتيجة على أنه باللفقير أنك ما عارفين يعني المصير الذي آله إليه وبعد ذلك مشاولة بعض يعني صغار التجار مشاولة صغار التجار باش يحاصروهم في مقابل على أنه السؤال اللي نردوه جميعان شكون صاحب السلعة منه صاحب السلعة يعني شكون هذا اللي جاب السلعة للقليمي من المحتل والله جابها للشاطي لبيض شكون هم صاحب السلعة لأنه ما يمكن يعود واحد بسيط يجيب لك خمسة طن والعشرة طن والطن من الحشيش إذن في الجزء الثاني اللي يقول ونشكر يعني مصادرنا بالمناسبة لا تنساوا مشاركة الفيديو رأني ما قدركم على أنكم تشاركوه حاولوا تشاركو الفيديو الحساب رأه موجود كذلك يعني باش تنضموا له وإن شاء الله احنا في الخدمة في خدمات إن شاء الله الفضح الإعلامي إذن يقول الجزء الثاني نبدأ قصص قصص هذا العميد المسمى الشراح محمد اللي هو عراب يعني عراب جهاز الديستيف في مدينة العيون المحتلة نبدأ قصص ظلمه وتجبره وتلفيق التهم الجاهزة عن طريق رفعه للتقارير المغلوطة والمزورة خدمة لمصالح الخبيثة والقصة الأولى هي حرب الشراح شوفوا قبل ما نبدأ معاكم في التفاصيل في الدول الديمقراطية في الدول الديمقراطية عادة الأجهزة المخابراتية الأجهزة المخابراتية شنو دورها؟ الأجهزة المخابراتية ترفع المعلومة لأنه عندها إمكانية تتبع كل شيء في الدولة ترفع المعلومة من أجل تصحيح المسارات تتعاون مع الأجهزة القضائية تعاون مع الإدارة الرسمية تتعاون مع المؤسسات الرسمية باش ترفع لها تقارير ترفع لها تقارير من أجل باش يحمو الديمقراطية باش يحمو الديمقراطية في الزريبة ذو اللي يكتبوا التقارير شكروا مالذو اللي يكتبوا التقارير يرفعوا التقارير لمغلوطة تقرير مغلوط يعني انت بدون حشمة ولحة انت كعميد في الديستي تكتب تقرير مغلوط تقول فلان عدل وفلان نفعل وفلان نترك وفلان كذا ومنوحي الخيال فقط باش تنتقل من هذا كالشخص وترفع هذه التقارير الرباط تمشي لبلاصة الفساد عاصمة الفساد هناك يعني هناك حيث يوزع الفساد على الزريبة احيانا بدون 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 تساوي امثم يمرق القرار كذلك اعوج لانه جاي من تقرير اعوج ولذلك فالزريبة عوجة لذلك الزريبة عوجة لذلك الزريبة مائلة لذلك الزريبة ما قد يستقن فيها شي لذلك الزريبة ولا قطع فيها صالح بسبب ماذا بسبب انه الاختلالات تأتي من 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 التحت وتطلع للرباط وما كي لا مراقبة ولا محاسبة ولا اي شي و في النهاية يعني الوضع ركما عارفين وشنه اذا هذا الشراح اللي هو عميد في اسمه في الديستي عميد في الديستي يرفع تقارير مغلوطة ومزورة خدمة لمصالحه الخبيثة والقصة الاولى حدثت في حرب الشراح ضد رئيس ما يسمى بالضابط القضائي للدرك الملكي بالعيون المحتلة سابقا المسمى رشيد حجي المرة الفيتة قلنا بأنه ظلمه ليس محدودا فقط في الناس اللي خدمين في البوليس والله لتجار المخدرات والله الابرياء لا ينتد حتى إلى جهاز الدرك الملكي اللي هو قلنا الجهاز العسكري رقم واحد في المغرب الدرك الملكي في المغرب هو الجهاز العسكري رقم واحد في المغرب إذن قام بشن حرب ضد رئيس ما يسمى بالضابط القضائي للدرك الملكي المغربي بالعيون المحتلة سابقة للمدعو رشيد حجي هذا رشيد حجي قضى ما يناهز عشرين سنة على رأس هذا الجهاز في مدينة العيون المحتلة ورافض رفض الانصياع ما بغير يدخل تحت باط هذا الشراح ما بغير يدخل تحت باط هذا الشراح الشراح فقط نفتح هذا القوس هذا العياش اللي ما يسبون رانك وراك لا يتجبع رأسك في مزبلة الصفحة خير في كتب تتفرج خير في كتب تتفرج رك ما لي يتخصر علينا ولا شي روخ تسب في الشمال وتسب في الجنوب وتسب في السماء وتطلع قاعد القمر وتسب وتشتم رك ولا ما تحرك فينا ولا لا تحرك كما تجد تحرك إذن لما تصد على رأسك خير فيك تتفرج تستفد شوي ولا رك تجبر رأسك برا عن الصفحة باش عدوات حين إذن قلنا هذا رشيد حجي قضى ما يناهز عشرين سنة على رأس الضابطة القضائية للدرك الملكي بمدينة العيون المحتلة ورفض الانصياع والخضوع والتعاون مع الشرح اللي هو هذا الشرح صاحب عقارات يعني الديار السيارات المال الكثير والشي منه فاسم أمه والشي منه فاسم أبوه والشي منه فاسم زوجته فاطمة الزهراء والشي منه فاسم أصحابه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه العقار السيارات المال الشي منه فاسم امه شي فاسم بوه شي فاسم زوجته شي فاسم صحابه واللي كده يعني الفلوس يعني الفلوس نقدا يخليها عند تاجر كبير مختص في تهريب السجائر اللي مسمى يعني هو صديقه قباله محمد الشلخة الزريبة ماشاء الله فيها ياسر من تخير تخير مع رأسك تخير يعني الاموال المنهوبة اموال الكاتحين شي عن دمه ونعمة الام يعني لان الام الى قبلة اولدها على انه يكتب لها المال الحرام والله يعطيها المال الحرام يكتب فاسمها المال الحرام الله اعلم يعني شوف هاي الاموام شنبته البو كذلك اذا قبل على انه كذلك حفوان بعض الاموال والله الممتلكات ينطرحوا في اسمه وهي حرام عارف عنها حرام ايوه 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 مزايرين اللي كيت ينخزنوا عند صديقه العزيز محمد الشلخة اللي هو تاجر كبير للسجائر المهربة طبعا ويقول التقريب سنتي على كل هذا لاحقا قلنا انه العميد الشراح اراد ان يروض ان يروض بدل على انه هذا الشراح يهتم بعمله ويهتم بشغله ويهتم بالوظيفة النبيلة حقيقة اللي يشتغلها ولكن مع الاسف مستغلها في الاتجاه العكس قاموا وعد العملية الترويض او حاول يروض هذا رئيس الضابط القضائية للدرك الملكي بالعيون المحتلة سابقا حجي من اجل التعاون معه والعمل سويا في جرائم ضد الانسانية طبعا وهي التواطئ مع تجار المخدرات واصحاب تهريب البشر اللي هربوا البشر الجزء الكناري عفوا ونقصد هنا اصدقاء الشراح اما التجار الصغار اما التجار الصغار فمصيرهم السجن يعني يرسلهم للسجن بسرعة يقول لي واحد كيفاش يرسلهم للسجن طبعا عن طريق التقارير المغلوطة يعني يمونطي افار كاملة يعني يعد الملف كامل ويرسلوا طبعا القضاء تحت يديه لانهم بعد اللي نعرفه بها انه واضع كل القضاء تحت التنصط يعني تصنت عليهم في التليفون وبعد ذلك يعني يستفزهم و اما التجار الصغار اما التجار الصغار فمصيرهم السجن وتلفيق التهم الجاهزة فكما قلنا في التقارير السابق شراح يتحكم في كل شيء يتحكم في كل شيء بما في ذلك والي الامن اللي هو ابو النهب يسموه ابو الذهب ما شاء الله الذهب موجود قلت الله الذهب ما شاء الله اذا يتحكم في كل شيء في والي الامن في شاف لابيجي لانه كل واحد من هؤلاء قابض عليه الابتزاز قابض عليه الابتزاز قابض على ما يسمى في والي امن العيون المحتلة ابو النهب ابو الذهب يسموها ابو الذهب قابض عليه حجاج للابتزاز وقابض كذلك حجاج للابتزاز على رئيس الشرطة القضائية اللي هو شاف دو بيجي كلها شاد عليه اللي قال له يعدله يعني يتحكم فيه والسر في حرب شراح ضد رئيس الضابط القضائي للدرك الملكي سابقا حجي هو معرفته بالعلاقات التي يتوفر عليها الرجل بالصحراء الغربية وعائلاتها المعروفة خاصة وأنه هو متزوج من الحاج الحيحي الباشا المعروف بالصحراء الغربية والمعروف مع كل الإدارات والأجهزة كل هذا يشكل خطورة على الشراح ويهدد مصالح أصدقائه من تجار المقدمة يلا لما أكثركم يا عياشة يلا لما أكثركم أكثر من الشرات نعتذروا طبعا الناس اللي تابعونا على بعض الكلام البذيء اللي ينصروه العياشة هذا خارج عن إرادتنا ويعبر طبعا عن تربية الناس اللي خدامي في المخزن يعني كل اللي تجبروا يدافع على المخزن تجبروا لسانهم سكين يعوج تجبروا تربية ترانكم عارفين تربية المجاري تربية المجاري لا يمكن أن يأتي منها إلاش يأتي منها إلا الكلام البذيء لذلك يعتذروا منكم حقيقة لأنه الكلام الساقط يدل على تربية صاحبة ننتكلموا في شأن وواحدين يعلقوا بكلام زنقة خائن مات خائن خائن مات خائن شركة إذن كما قلنا لماذا يعني مون زعج شراح من صاحب الشرطة القضائية للدرك الملكي بالعيون محتلة سابقا اللي هو راشيد حجي لأنه راشيد حجي مصاهر عنده مصاهرة مع رجل الأعمال المعروف الحيحي معروف في الصحراء الغربية كما يقول التقرير بعلاقاته الطيبة أنا شخصيا ما نعرفه مع كل الإدارات والأجهزة وكل هذا يشكل خطورة على الشراح ويهدد مصالح أصدقائه من تجار المقدرات الذين يشتغلون تحت وصايته يعني خاصوا يغطي عليهم عند البوليس والدرك معناه على أنه هذا الشراح بدل على أنه يقوم بعمل بعمل تطبيق القانون تطبيق القانون تطبيق القانون على تجار المقدرات وعلى أي واحد مخالف القانون سواء كان يعني قبضتوا الدرك والله قبضوا البوليس لكنه هو ناس اللي قبضهم البوليس عندون إمكانية باش يغطي عليهم ولكن بالنسبة للناس اللي في الدرك خاصوا مسؤول في الدرك اللي يقوم بعملية التغطية على تجار المقدرات حفوان بمعنى إلى ما كان هذا اللي في الدرك معه في الخط معه الشراح في الخط لا ينفضح أمر عملية عملية توقيف مثلاً والله تهريب مخدرات والله تهريب السجائر وهذا ما حصل فعلاً حيث وضع هاتف ضابط الشرطة القضائية للدرك اللي هو هذا رشيد حجي وضعه تحت التصنط وضعه تحت التصنط ولما وضعه تحت التصنط ليس من أجل الحصول على المعلومة بشي قدمها المسؤولي في الرباط ولكنه وضعه تحت التصنط باش يتم يتصيد أخطاءه يعني يبحث له عن أخطاء باش ان بعد يبقى يبتزه واضح يحاول تصيد أخطائه ويترقبوا خطواته من أجل تحت به اتصل الشراح بالكونونيل الدبسي اللي اتكلم عنه كم مرة ولي قلنا بأنه واحد كذلك من عمالقة الفساد في الزريبة وفي العيون المحتلة بالخصص اتصل الشراح بالكونونيل اللي هو القائد ما يسمى بالقائد الجهوي للدرك الملكي بالعيون المحتلة والكونونيل بو خبزة اللي أصبح اليوم يعني رئيسنا للشرط للفرقة اللاوطنية فرقة اللاوطنية اللي درك الهلكي بالرباط وكان حواره بهذا الشكل احنا رأى بحال بحال يعني وهو يشرح للكونيل الدبسي ويشرح كذلك للكونيل بو خبزة احنا رأى بحال بحال واللي ذركم ذرنا اخوكم هنا يعني يقصد رشيد حجي واحنا ما بغيناش هذا الشي كبر بمعنى حيدوه بمعنى حيدوه وهذا ما تم فعلا ظلما وعدوانا ظلما وعدوانا يعني تم تنقيل هذا هذا مسؤول الدرك يعني تم تنقيله بعد المكالمة اللي اجرات بين الشراح مع الكونونيل الدبسي اللي هو القائد الجاوي للدرك الملكي بالعيون المحتلة وكذلك الكونونيل بو خبزة اللي موجود في الرباط واللي مسؤول عن ما يسمى بالفرقة اللوطنية للشرطة للدرك الهلكي بالرباط الشراح شراح عود جميع المسؤولين جميع المسؤولين عودوهم هذا الشراح يعني مسؤولين دركيين قوات في الداخلية باشوات في الداخلية وكلاء عامون يعني تابعين لوزارات العدل من العدل موكين في الزريبة قوات تابعين كذلك لوزارة العدل ليسوا ما عندهم علاقة بالعدل عودهم على أنه يتلقى التعليمات مباشرة من الحموشي يخيفهم يعني يخيفهم بأنه رأى الحموشي اللي يتكلم معه والحموشي اللي يعطيه التعليمات يعني الحموشي اللي يعطيه التعليمات لا تنسوا دائما مشاركة الفيديو من فضلكم حتى يخافوا منه يعني يعطوه قيمة لأنه هو واحد يستعين بالحموشي لأنه عارف بأنه ما عنده قيمة لأنه كانت عنده قيمة لو يتكلم عن رأسه يتكلم عن أصلاً يعدل مكانته في في الجهاز لكنه لابد يبحث على الحموشي باش يبين بأنه بأنه وراء عنده حضوة ومسموعة كلمته عنده الحموشي إذن لذلك يخافوا يخافون منه يخافون منه ويرضخون لطلباته وهذا طبعاً بمباركة من الحاج الغندور الحاج الغندور ونعم الغندور ونعم الحاج 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 والفيرس الحاج والفيرس تعرفوا الحاج والفيرس إياكم والحاج تعيدوا عن الحاج لأن الحاج خطير حاج والفيرس أه 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 غندور رئيسه المباشر وهو لا يتوفر على عنصري العلم عنصر العلم يعني واحد مرؤوس والحاج الغندور هو الرئيس لا يمكن على أن الشراح اللي هو المرؤوس يفعل كل هذه الأفعال دون أن يعلم الحاج الغندور اللي هو رئيسه المباشر وخصوصا في جهاز جهاز الديستي يعني كل شي جسس على شي شي يبرقق شي ينقل أخبار عن شي شي ينقل أخبار عن شي للرباط وهذه طبيعة المخزن معروف بها القصة الثانية في هذا التقرير هي الأموال التي يسرقها الشراح من التدخلات التي يقوم بها في حق مجموعة من الشبان الصحراويين الذين تتم إزاحتهم بتعليمات من أصدقائه البزنازة باش يقرعوهم من الطريق ويفسح لهم المجال للاشتغال بأرياحية يعني مهمته كذلك يفتح الطريق يخوط طريق لأصدقائه من البزنازة ويفسح لهم المجال للاشتغال بأرياحية وتغطية مباشرة من الشراح مخبيرهم الكبير بجهاز الديستي وأصدقائه من البارونات الكبار في السجائر المهربة والمعسل والحشيش بينهم المدعو محمد الدا صاحب الثروة الهائلة والمدعو أيضا السالك بوضايا صاحب السوابخ القضائية في الاتجار الدولي للمخدرات إضافة إلى المدعو محمد الشلخة تاجر المخدرات ووسيطه المباشر في جمع الإتاوات الشهرية من تجار مخدرات في الصمارة المحتلة والعيون المحتلة والداخلة المحتلة ما شاء الله هي اللازريبة هي اللازريبة لا تستغربوا كل هالشي اللي تسمعوا يعني كل هالشي اللي تسمعوا لا تستغربوا لا تستغربوا تستغربوا يعني حقيقة لهذا الشي ومرة مرة يعني هذا الشراح مرة مرة يتدبر على شي فيكتيم غشيم يعني شي ضحية غشيم داخل الضومين جديد داخل الضومين جديد يقولوا راه بلاستو ويشدوا العميد اللس ويعدلوا ويشهار الراسع وراني خدام وامثاله كثير وهذه المسرحيات اللي تكلمنا عنها هي مسرحيات مسرحيات لقاء كذا وكذا يعني انه ديستي ضبطة كمية من المخدرات في المنطقة الفلانية وانه ديستي كذا وديستي معلومات الدقيقة للديستي سبحان الله ايضا معلومات الدقيقة للديستي ما تظهر الي انت الحق السلعة للصحراء الغربية سبحان الله يعني هذه المعلومات الدقيقة للديستي ما تجبرها في فاس ما تجبرها في منكناس ما تجبرها في الشاون ما تجبرها في كتامة ما تجبرها في البلدات اللي يمرق من هالحشيش اللي يجي من هالحشيش مثلا على مسافة مية كيلومتر ولا خمسين كيلومتر ولا حتى ميتين كيلومتر لا تجد تجد هاي المعلومات الدقيقة عند الديستي يليني يقطع الحشيش الف وستمئة كيلومتر يليني الحق الصحراء الغربية يقول لك لاننا جمعنا خمسة طن بناء على المعلومات الدقيقة لجهاز الديستي والقناها في البلاد الفلانية ويفتحوا وينتروا لك شي ويصوروا هذك شي ولا احد يعرف كم يعني لا احد يعرف الكمية لان شكل لا يضبط شكل لا يضبط الكمية المستخرجة في عملية الضبط وشكون لا يشرف على نقلها وشكون لا يقول نبي ان ورين حرقت فعلا لما يصور لكم على اساس ان محرقوها خارج لمدار الحضاري مثلا شكون فين هي السلطة المستقلة اللي مشرف على هذا الشي واللي عندها استقلالية تامة عن ديستي وعن دارك وعن وعن نيابة العامة والنيامة العامة نيامة العامة بالميم وليس بالباب وقالونا يعني كم من حد يعني حدثنا عن هذا الشي بخصوصا مثلا في الطنطان المحتل قالونا بانه واخي يقول لكم بانه مرم حرقو خمسة طن في العملية الفلانية وصوروهم وكذا ولكن لا احد يعرف شكين في هذا كسنا ديك واشكين خمسة طن والله حقيقة نعرفوا مينكم متألمين من هذا الشي متألمين متألمين حقيقة تتألموا تتألموا لما تسمعوا المعلومات وتسمعوا الأخبار وتسمعوا الفساد اللي عندكم في الزريبة متألمين شي طبيعي متألمين وحنا لا ينزيدكم شو من الألم باش تتحرك عندكم جهاز المناعة ومتألمين طبعا خين المرتزق تخلصك الجزائر قدم على الجزائر ايه اصلاحك الجزائر اللي تخلصونه تخلصك الجزائر ايه ومبعد تخلصني الجزائر ايه ومبعد الى خلصتني الجزائر بعد مهم هذا هذا لا يمنع عن انه هاي معلومات حقيقية هذا لا يمنع تخلصني الجزائر جزائر لا فلوسها لا شايط عليها اه 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 ا مؤخرا تدخل الحراش الشراح هذا من أجل فك شبكة لتنظيم الهجرة غير شرعية وتم حجز 103 ملايين سنتيم مع الموقفين الأربعة يعني قبضوا أربعة ومعهم خمسين مليون والباقي ما نشيبه سوا حاسب علاش الفتنة ما هي الفتنة عندك العياجي الفتنة قال لك أنا هو ملك المغرب ما هي الفتنة عندك العياج ما هي الفتنة عندك فتنة عندك هي قول الحق الفتنة أنت فتنة أنت صحاب الفتنة ومعتز مطارة من صحاب الفتنة وصالح الأزرق في قناة الفلانية صحاب الفتنة وأي صحفي يقوم بعمله كما يجب خارج الزريبة فهو يصعي للفتنة لا يجب أن يصعي للفتنة يجب أن يغلق يجب أن يترك الفساد يعشعش حتى لا يقال من طرف العياشة بأنك تسعي للفتنة نعم في نظر العياش الفتنة حينما تقول الحق أنت صحاب الفتنة تريد تقسيم الكرة العرضية عندك مقص عندك مقص وعندك القدرة سبحان الله أعطاك الله القدرة لتقسيم الكرة العرضية تريد تقسيم المغرب أنا عندي المقص نقسم المغرب العياش عندي أنا شي مقص نقسم به المغرب تريد الفتنة أنت تريد الفتنة نعم نعم نحن عارفينك عارفينك من يمكن تتقدم النشرة نشرة الثامين وانت تسعي للفتنة نعم أو العياشة الله الوطن المالك نعم الله الوطن المالك الله الوطن المالك إذن قلنا بأنهم حجزوا 103 ملايين سنتين في هذه العملية حجز هذا الشراح ويقول التقرير أنه 50 مليون هي اللي تعرفوا بها هي اللي دخلوها في الموقوفات أو في المحجوزات عفوا والباقي والباقي الده في جيبه يعني صار قوة حسب بالتقرير هو الحاج طبعا هو الحاج الغندور لاش الحاج لأنه الحاج زعمه ما فرصوش التدخل الثاني بجمع يعني باش يتستر معاه الحاج يعني خاصهم يقسمو يقسمو المبلغ باش يتستر عليه كذلك الحاج بزاف عليك بزاف عليك اللي ماليك بزاف عليك بزاف عليك بزاف عليك إذن التدخل الثاني يقول التقرير كان في جماعة الحقونية بإقليم العيون المحتلة وكان في إحدى يعني كان في قرارة قرب جماعة الحقونية هناك تم حجز خمسمائة كيلو جرام ملح شيش ومبلغ ثمانية وثلاثين مليون سنتيم جاب منها ثمانتعشر مليون سنتيم والشي الثاني الداه كذلك الشي الثاني امشى يعني في الحقونية باش ننأكده مرة أخرى في جماعة الحقونية كان هناك تدخل لكل المسرحيات ديسي كذا تم توقيف وكذا والبناء على المعلومات الدقيقة لكذا وكذا تم حجز خمسمائة كيلو غرام ملح شيش حشيش من طبعا حشيش من حشيش هذا كله بزا فعلية اللعنة على الخوانة عاشت المملكة المغربية ولا عاشا من خانها نعم إذن قلنا التدخل الثاني كان في جماعة الحقونية في قرارة في المنطقة حجزت خمسمائة كيلو غرام ملح شيش ومبلغ ثمانية وثلاثين مليون سنتين جاب منها يعني دخل منها في المحضر دخلوا ثمانة عصر مليون سنتين والشي الثاني امشى للجيب وإن أراد المحققون اللي خدمين في الديستي التأكد من ذلك يعني لا كان شي تحقيق لا كان شي تحقيق في الزريبة لا كان شي تحقيق ولا شي ريحة التحقيق والله لأول مرة تحقه لأول مرة نشموا ريحة التحقيق إنه فم فعلا تحقيق إنه هناك تحقيق وهذا الشي كامل رأوا جاي منها هذا المصيبة الكحلة هذا الشي كامل جاي من المحتل المغربي شوفوا جابنا الاحتلال المغربي للصحراء الغربية شوفوا جابنا شوفوا جابنا للصحراء الغربية جاب لها الحشيش جاب لها المسؤولين الفاسدين جاب لها الناس المسؤولين اللي يتعداوا على الناس جاب لها المسؤولين اللي تخلط عندهم خلطين الفضاح مع سرقة المال العام مع الكذب مع إرسال الناس للسجون هذا الشيء اللي جاب لنا الاحتلال المغربي هذا الشيء لما نشوفه الوجه الآخر لهذه التقارير الوجه الآخر لهذه التقارير هو على أنه نتكلمه هاش نتكلمه عن وضع ما كنا ممكن نعيشه إلا إذا عشناه مع الاحتلال المغربي ما كان هذا الشيء اللي في الصحراء الغربية ما كان في 75 ما كان حتى في الثمانينات شوي أظريك مصيبة كحلة أظريك كارثة أظريك الفساد مع أشعش ولهذا تلاحظون على أنهم على البوليس طاغين في العيون المحتلة على البوليس الحموشي طاغين في العيون المحتلة على لا يحاسب بأي بوليسي إسحال مرأة صحراوية ولا تعد على مناضلة صحراوية في الشارع ولا خبط شيباني بصفقة ولا ردسوا ولا خبطوا بحزرة ولا كسار دار صحراويين ولا رصفوا قستاحهم كما يفعلون مع مناضلة سلطانة خية لماذا لا يحاسبوا؟ طبعا لا يحاسبوا لأنه عندهم الضوء الأخضر من الرباط عندهم الضوء الأخضر من الرباط وخاتر تفعل تقارير بأنه فلان بن فلان الكوميسير الفلاني والله والله المخبر الفلاني والله البوليسي الفلاني يتعدى كذا وكذا والله اعتقلوا فلانة من تفلان؟ ولا حد حاسبه ولا حد حاسبه لأنهم يعتبرون الصحراء الغربية منطقة استثنائية يعتبرون الصحراء الغربية طبعا منطقة لا تتبع للنظام الاحتلال المغربي لا يسرع عليها إلا كانش قانون في الزريبة في الرباط والله في المراكش فإنه لا يسرع على الصحراء الغربية إن أراد المحققون يقول التقرير إذا كان المحققون يريدون شوي من التحقيق في هذا الشيء اللي نتكلم عنه يمشوا ويستمعوا للمعنيين يعني لذلك اللي موقفين في هذه العملية اللي موجودين الآن في السجن اللي موجودين حالا في السجن يمشوا وصنتوا لهم يقولون كم كان عندكم من الحشيش وكم كان عندكم من الفلوس كم كانت عندكم الكمية من الحشيش وشوفوا كم كان عندكم كذلك المبلغ المالي اللي كان تحت حوزتكم ولا يعرفوا بأنه تم حجز 38 مليون سنتيم 18 دخلت ما يسمى بلاكيس يعني تم التصريح بها على أنها رأي محجوزة و20 مليون مشات اللي جيب الشراح ومن معه إذن إن شو يستمعوا للموخفين اللي موجودين في السجن وراء عائلاتهم يتكلموا في المقاهي وفي صالات وفي ديارهم كذلك ويقولوا الغندور والحاج طبعا الحاج وبعض راكب الحاج الحاج الغندور هو الشفار أما الشراح راه الله خدام عنده يعني حسب التقرير أنه الحاج الغندور هو الشفار والشراح خدام عند الشفار حسب التقرير تدخل آخر هذا التدخل الثالث يخص لأقراص المهلوسة في طريق السمارة في مدينة العيون المحتلة إذن تدخل الثالث يخص لأقراص المهلوسة في طريق السمارة في مدينة العيون المحتلة الشراح كانت عنده معلومات بوجود مبلغ 18 مليون سنتيم وسط عجلة سكور وسط عجلة سكور فقام بالحجز على هذه العجلة السكور ومشاب الفلوس كاملة اللي هي 18 مليون سنتيم في هذه عملية الأقراص المهلوسة وقدم الأقراص محجوزة قدم الأقراص المحجوزة الأقراص المهلوسة قدمها مع أصحابها يعني المتهمين فيها وهو المستفيد كالعادة وهذه الواقعة وهذه الواقعة كان فيها مبارك بوتوميت ومحسن الحسين باش يتأكدوا من كل هذا يمشوا يسولوهم مباشرة احنا نشكروا حقيقة نشكروا نشكروا الناس اللي أعدوا هذا التقرير لأنه حقيقة كانوا دقيقين في الوصف وكانوا دقيقين كذلك في تقديم المعلومة مرحبا بكم سهلا والله مرحبا وسهلا إذن هذا بطبيعة الحال يعني هذا الشيء كامل يعني هذا الشيء نتكلم عنه كامل يعني هاي عمليات كاملة تتم أمام أنظار ما يسمى بوالي الأمن لأنه مبدئيا شكون اللي هو الرئيس المباشر للحاج الغندور والشراح هو طبعا هو والي أبو أبو النهب يعني هو اللي هو مسؤول مباشر لكن لا يستطيع أن يتدقل في هذه الأمور وفي هذه التجاوزات لأنه مشغول يقول التقرير مشغول باش مسكين خدام ويباد سهراء من أجل توفير الأمن والطمأنينة نعم يخدم مسكين 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة وهو يعني من هذه لهذه من هذه الهذه من هذه من هذه الهذه من هذه الهذه مسكن وخدام ويتعب من أجل الأمن والأمان لا 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 ليس من أجل الأمن والأمان إنما مشغول بالصهر بالصهر ولكم عارفين الصهر والفيديو الفاضيحة للفرملية للممرضة اللي تشغل في في مستشفى بالمهدي المقبرة المستشفى المقبرة والحركة اللي أخلاقية لعدلتها اللي مصورة في الفيديو الموثقة في الفيديو تدل على الفساد اللي موجود عليه ما يسمى بالأمن في مدينة العيون المحتلة أو جهاز الأمن المغربي بالعيون المحتلة إضافة إلى فيديوهات إباحية إلى فيديوهات إباحية أخرى المن لأبو النهب لأبو النهب لأبو النهب لأبو النهب فيديوهات إباحية لأبو النهب شكون هو أبو النهب هو والي أمن العيون المحتلة لأبو النهب مهدوهات إباحية أخرى لوالي الأمن أبو النهب مع شكون مع ممرضة وهناك فيديو آخر لوالي أمن العيون المحتلة وهو عزكم الله يقوم بكذا في أحد الأزق بعد نزوله من السيارة وهو في حالة سكر طافح السيارة كانت X5 على الساعة الرابعة الصباح الآمن الآمن يعني وحدين مسكين يقبضوهم هكذا ظلما وعدوانا ويقدموهم لما يسمى بالنياب العامة وما كان لاتك وغيط الحبس وهو كما يسمى بوالي الآن ينزل من السيارة في حالة سكر ويقوم عزكم الله بفعل أمر معين في الشارع العام ويتم تصويره من طرف الديستي وبعد ذلك يصبح هذا الفيديو أداة لابتزاز لابتزاز الديستي لما يسمى بوالي الأمن سيبقى للتاريخ سيبقى للتاريخ سيبقى للتاريخ للتاريخ السيارة طبعا اكس فايف كما يقول التقرير الساعة كانت الرابعة صباحا وهو في حالة السكر في الفيديو الثاني نفس السيارة نفس السيارة كان يقودها شكون كان يقودها صديقه العرصة والمكان أمام سوق التنمية فيديو آخر فيديو آخر قابض الشراح هذا مسؤول الديستي على ما يسمى بوالي أمن العيون المحتلة يتعلق ببنات وهن يالجنة مقر إقامة ما يسمى بوالي الأمن العيون المحتلة فيديو آخر فيديو آخر كما قلنا لبنات وهن يالجنة منزل ومقر إقامة ما يسمى بوالي أمن العيون المحتلة لما تكون زوجته خارج العيون المحتلة مع العلم مع العلم يعني الديستي يعني الديستي الديستي شما عدلا الديستي قابضا قابضا فيديو لما ليوالي أمن العيون المحتلة مصورة بنات يدخلنا مقر إقامته في الوقت اللي زوجته توجد خارج العيون المحتلة وبعد ذلك يسترعون في ابتزازه ومقر إقامة والي أمن العيون المحتلة موجودة بالقرب يعني لا صق على إدارة الديستي بمعنى عارفين علي شاذة والفاذة باش يبقى دائما ساكت باش يتم دائما أدات في يدهم باش يتم دائما أدات في يدهم التقرية يقول بأنه في الجزء الثالث سيفضحونا كل شيء بالصوت والصورة سيفضحونا كل شيء بالصوت والصورة إذن شفتو هذا هو حالو الديستي في الضريبة يعني لا يحتاج مني اللي تعليق لأنه شيء اللي تسمعو واللي يحدث في العيون المحتلة يحدث في العيون سحران المغربية لكن شكاين لداخل شكاين لداخل شايد مصايب الكحلة وتجدونا نحن نتحدث عن معطيات ونتحدث عن ارقام ونتحدث عن عن اخبار اللي هي باينة فيأتيك العياشة انت خائن انت مرتازق انت من عرفاش شنقريحة الجنرالات الكابرانات من عرفاش شنو علاقة هذا الشي بالجزائر شنو علاقة هذا الشي بالجزائر شنو علاقة العياشة هذا الشي بالجزائر ما عندك جواب والله انت اي شي يفضح الفساد الحقيقي يعني اي شي يفضح الفساد تنسبوه للجزائر او ره الجزائر الجزائر سكن معاكم انتم في العيون محتلة ولا هيتش يجيب اخباركم ولا هي هذو فيديوهات لو كانت الزريبة لو كان النظام الديكتاتوري في المغرب نظاما ديمقراطيا ولو فاصل صفر فاصل صفر واحد صفر فاصل صفر واحد لفتح تحقيق ولا زج بهؤلاء في السجن لفتح تحقيق واللي نظلم ينصفو واللي مسجون ظلما نوعد وانا يمرقم للحبس واللي اظلم وزور التقارير يمشي يمشي للحبس هذا ان عاركم فعلا بينكم دولة مشار دولة عندكم اراع اصراف المية من دولة وانتم ما عندكم لا اصراف المية ولا خمسة في المية ولا عندكم الاصفار المكعبة ما عندكم حتى دولة حتى دولة ما عندكم ما قديتوا تعدلوا حتى دولة ما تكنتوا تعدلوا دولة باش هي تعدلوا دولة باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تعدلوا دولة بهذه السلوكات اللي ما خاصة تكون في جهاز الأمن ما خاصة تكون في جهاز المخابرات باش هتعدلوا دولة باش باش حييكم أينما كنتم أشكروا لكم خالص المتابعة لا تنساوا من فضلكم البعث دعوة بالنسبة للحساب الجديد اللي فتحناه ولا تنساوا كذلك الالتحاق بالصفحة لا تنساوا كذلك الالتحاق الصفحة تقريبا في حوالي 9000 ولا تنساوا كذلك الانضمام إلى القناة في اليوتيوب نحن معاكم دائما من لتقديم المعطيات والأخبار التي تريدونها من مصادرنا جزاهم الله وخيرا اللي حقيقة الأمر يتعلق بمصيرهم ترى كغير ما أصلا ما كان في المعمعة ذلك تتكلم من فراغ تتكلم تساكن حذا محمد الخامس في القمار انت تساكن في القمار ولهذا يعني يأتيك يشوف هذا الشيء عادي عادي واحد ينظلم يمشي الحبس عادي عندك انت عادي يغيرا مشي عادي حييكم وأتمنى لك من شاء الله ليلة طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة